ينضم إلينا الآن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد منصور دهامش أهلا بك سيدي أهلا بك سيدي دعنا نبدأ من قراءتك لمجرى الانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يعني أستطيع أن أقول بكل فخر واعتزاز أن هذا العرس الديمقراطي الذي سطرت الجبهة بكوادرها الرائعة بالحضور المهيب الذي حضر إلى الانتخابات إلى انتخابات مرشحية قائمة الجبهة كان يمتاز بهذه الروح الرفاقية والوحدوية والنشاط يعني السعادة كنت تراها على كافة الوجوه ونحن كنا مثلا يحتذا به بين كافة الأحزاب عربية ويهودية إذا كان من ناحية الحضور وإذا كان من ناحية التنافس حضاري واقعي ينتمي إلى برنامج سياسي وهذا ما يفتقر إليه وتفتقر إليه كافة الأحزاب الأخرى والحركات السياسية في البلاد كان هناك جو من الديمقراطية ومن التنافس الحضاري من أروع ما يكون حضور مهيب جدا بإفاقة يعني كل التوقعات القاعة انفجرت بحضورها كما رأيتم والأهم من هذا كله أننا نعمل بشفافية متناهية أمام أعين الصحافة وأمام أعين العالم كان هذا التنافس الرائع وبنهاية المطاف تم اختيار كوكبة نفتخر ونعتز بها من النواب ومن مرشحي الجبهة للانتخابات القادمة مشكلة من رفاق مخضرمين رفاق لهم تجربة ولهم دور في العمل البرلماني أثبتوا نجاحهم بذلك وأثبتوا أنهم أهل لذلك في قبعة المراقب ربما السؤال الأول الذي يسأل ليس فقط بعد الانتخابات الداخلية المتعلقة في الجبهة ديمقراطية للسلام والمسواة وأنما أيضا فيما يتعلق بكل الأحزاب العربية لم يكن هناك تغيير في الأماكن الثلاثة الأولى لماذا؟ اللعبة الديمقراطية واضح جدا أن الديمقراطية فعلا هي التي حسمت وكان هناك تنافس وتنافس كبير جدا صحيح أن المقعد الأول لم يكن هناك تنافس كبير وبنسبة الفوز للرفيق أيمن عودي كانت كبيرة ولكن كما شاهدتم في المقعد الثاني كانت تنافس وكانت جولتين يعني أعيدت الجولة الثانية بسبب عدم عبور الخمسين بالمئة بالجولة الأولى لأي من المرشحين هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن كل المنافسين كانوا أهل لهذا المكان وكانوا على قدم المساواة تقريبا بالتنافس وبنهاية المطاف تم اختيار المرشحين الأربع الأوائل من خلال الحسم الديمقراطي وبعد تنافس لأكثر من جولة وهذا لم يحصل في أي حزب آخر عندنا الديمقراطية متناهية وحقيقية هناك من يدعي الديمقراطية نحن ننفذ على أرض الواقع ونجسد قولا وعملا كل ما نقوله وهذا كان الشيء اللي يمتاز وتمتاز به الجبهة ويمتاز به العمل الانتخابي عندنا أن كله بشفافية مطلقة وبحضور كل وسائل الإعلام أنتم شاركتم أيضا وكل الوسائل رأت بأم عينها كيف ندير العملية الديمقراطية بشكل حضاري وبشكل انتخابي ومنافسة حضارية بكل ما تعني الكلمة من معنا قبل أن ننتقل ربما إلى المهام والعمل المستقبلي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وأيضا القائمة المشتركة ككل أسأل عن إشكالية أيضا طرحت في الكثير ربما من الأحاديث المحلية وهي مشكلة التمثيل المناطقي في الأحزاب العربية كمنطقة المثلث كمنطقة النقب حتى وإن كان النائب الموجود في قائمة الحزب وغير موجود في أماكن مضمونة أولا عندنا لا يوجد هناك تمثيل للمناطق نحن نعتز بأن نوابنا يمثلون أبناء شعبنا بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي لأن القضية هي قضية سياسية من الدرجة الأولى قضيتنا قضية شعب الشعب العربي الفلسطيني في دولة إسرائيل يعاني من نفس المشاكل الآن هناك هجمة على النقب بشكل خاص ولذلك يعاني أهلنا بالنقب أكثر من باقي المناطق وعليه تم اختيار مرشح النقب في مكان مضمون المكان الرابع هو مكان مضمون السيد يوسف العطاوني وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على البعد والنظرة السياسية لكوادر الجبهة هي تختار الرفاق والممثلين عنها بشكل سياسي وبشكل أيضا ديمقراطي وتمثيلي لكافة قضايا شعبنا وكافة معاناة شعبنا وهم يقومون بانتزاع حقوقهم بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي يعني لا أحد يعرف ولم يعرف سابقا كل رفيق أو كل ممثل أو كل عضو كنيسة من أي بلد هو وأي بلد يمثل لأنه فعلا يمثل قضايا شعبنا بغض النظر عن الموقع الجغرافي نعم في الحديث ربما عن بما أنه ذكرنا مسألة المناطق لا شك بأنه هناك تحدي اليوم أمام الأحزاب والقوى الوطنية العربية في البلاد وهو تحدي نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة ما المهام الموكلة اليوم للجبهة والأحزاب العربية أيضا الأخرى ربما لرفع نسبة المشاركة في مختلف المناطق صحيح جدا يعني قضية رفع نسبة التصويت هي المعضلة الأساسية في الانتخابات القادمة هذا نتفق عليه تماما ولكن كيف السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نستطيع أن نوصل الناس إلى قناعة بواجب وبأهمية الانتخاب وبأهمية الخروج إلى التصويت هذا واجبنا وهذا ما سنعتمد عليه بالحملة الانتخابية القادمة وهو أن نضع الحقائق وأن نسهل الأمور أمام المجتمع العربي الفلسطيني في داخل دولة إسرائيل أن أهمية خروجهم ومشاركتهم في الانتخابات هناك واجب وطني من أجل تغيير السياسة الإسرائيلية اتجاه المواطنين العرب ومن أجل تغيير هذه السياسة يجب أن يكون لنا عدد أكبر من الممثلين في الكنيسة وطبعا من أجل أن نصل إلى المنع الحكومة اليمينية المتطرفة من الوصول إلى سدة الحكوم هذا سيحصل فقط من خلال رفع عدد النواب الممثلين لمجتمعنا لأنه كما تعلم عملية حسابية بسيطة جدا هناك 120 عضو كنسة لن يكون أكثر ولن يكون أقل وكلما زاد النواب العرب كلما قل من الجانب الآخر النواب اليمينيين المتطرفين أنا أستطيع أن أقول هذا واجبنا وهذا هدفنا من خلال الحملة الانتخابية أن نوصل هذه المعادلة بسكل سلس وبسيط للمواطن العربي وأن يأخذ فعلا مسؤوليته وأن يساهم في حقه لأن هذا الحق فقط مرة واحدة هو الحق الوحيد الذي فيه مساواة تامة ما بين المواطنين العرب واليهود وكل مواطنين دولة إسرائيل وهو الممارسة الحق الانتخابي يعني هو الصوت يحسب كأي صوت آخر هذا ما تبقى كله في تمييز دولي يعني كلها تمييز عنصري فاحش إنما بالانتخابات هناك مساواة وعلى كل مواطن أن يمارس حقه وأن يقول لا لاستمرار هذه الحكومة اليمينية العنصرية مع أنه حتى في هذا الحق هناك إشكاليات بالتحديد في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب وغياب صناديق الاقتراع هناك أود أن أشكرك جزيل أشكرا سيد منصور دهامش السكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أكرر لكم أهلا وسهلا